هجرة الفلاح من الارياف الى المدينة ازمة جديدة تضاف الى ازمة زراعة في العراق اغلب المزارعين باعوا ارضهم وتركوا مهنة الزراعة قاصدين المدينة مع اولادهم بغية ايجاد فرص عمل توفر لهم عيشا كريم اسباب عديدة تقف خلف هذه الظاهرة اهمها عدم دعم الفلاح العراقي وغياب الاجواء الملائمة للزراعة في البلد يدينا مخاوف من هجرة الفلاحين تعرف انت حضرتك اليوم اي انسان عندما لا تتوفر وسائل العيش في اي مكان ينتقل الى مكان اخر وبالتالي الفلاح مكانه هو الزراعة وعندما قلت مناسب المياه كثير من الفلاحين قلت المساحات الزراعية فضلا عن قلت الدعم كلها تؤدي للفلاح الى البحث عن مصادر عيش في مكان اخر وزارة الزراعة ابدت مخاوفها من هذه الظاهرة المتجددة التي تهدد زراعة في العراق فالثروة الزراعية مهمة جدا للوصول الى الاكتفاء الذاتي ترك الفلاح لارضه جاء بعد مشاكل عديدة تتابعها وزارة الزراعة بحسب بياناتها وتصريحاتها حيث اكدت انها ساعية دوما لتذليل معوقات امام الفلاح العراقي بدأت اكو هجرة واحنا يمكن كلنا درسنا وقرأنا شون كان الفلاح العراقي بالخمسينات من اجحفة الدول او الانظمة الحاكمة بحقها شون بدأت يهاجر من الريف الى المدينة وبدأت عندنا مشاكل بالسكن يصير العشوائيات وغير العشوائيات هاي معتباطة هاي نتيجة نتيجة اهمال فهي ساحنا الفلاح العراقي بدأ ايضا يهاجر لان خلاص ما قاعد العيشه يعني اليوم عنده اربع اربع خمس وليد عاف الزراعة وراحة الجربية يعني يشتغل على العماله لان بعد ما يقدر يسدد مشاكل كثيرة باتت تهدد الفلاحة وارضه التي اصبحت غير مؤهلة للزراعة بسبب قلة توفر مياه الري وايضا ارتفاع اسعار المبيدات والبذور وعدم توفير اجواء ملائمة للمزرعات المحلية كلها اثار ادت الى ان يجبر الفلاح لترك ارضه والتوجه نحو العمل في المدينة من بغداد محمد فراس قناة التغيير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة